طيب يا شيخ عبد الله بارك الله فيكم كبار السن غير مقتنعين ببعض الأمور وبعض ما يتصرف به لأبناء هذا يقول يا شيخ والدتي تقول لأمي وأخواتي وتجون في ليلة يعني ترتيم في كل واحدة تنجي ليلة ليلة في هذه الأجواء ولكن يقول لحنا خايفين يا شيخ هذا طول لحمرك العجز الله يصلح ممكن لها وله والله ممكن لها بعضها لعشان ما أعظم لهم أحد يعني هي ترتب البناتها ليلة تم عندها في نهاية الأسبوع مثلا يوم الخميس ليلة الجمعة هي جن البنات ويوم الجمعة ليلة السبت يجون العيال بحريمهم تشوفهم وتجلس ويام وتسدى وتظن الوقت ذا الحين مثل أول يا إخواني الآن ما يجوز جمعة الناس ولهذا يعني أنا اتصل عليه بنات والله يبتسن تقول أمي تقول ما أنا مسابحتك لازم تجين أنت ويا عيالك قلت باجي أنا أنا باجي واصبر قالت لا وزوجي يقول الله ما تروحين ويروحون عيالي وحتى أنت ترى يمكن أن أحلف عليه لا تروحين لكن أنا واش أسوي واش أسوي واصرت سنتي عاد أنت مرة عاقلة فتقول الآن أنا بلشانة أنا بلشانة أمي تأكد تقول لازم تجوني أنا أنتظر هالليلة إلي أنت تجوني يا إخواني ما يجوز هذا الوقاية يا إخواني خير من العلاج وقديما قيل درهم وقاية خير من قنطار در علاج والنبي صلى الله عليه وسلم علمني الوقاية قال فر من المجذون فرارك من الأسد نعم وقال إذا سمعتم بالطعوم في أرض فلا تدخلوا لش نعرض أنفسنا واطفالنا ونروح نجتمع عند أمي والله يا إخواني أنا أحب أمي وأحب خواتي أحبهم لكن مثل هالأيام ذي والله يا إخواني بعض الآن المرشدين يقولون لنا اقعد في غرفة وزوجك في غرفة أقعد لا تجي حتى عند زوج اقعد في غرفة وزوجك في غرفة فالآن يا إخواني هذه الجمع الله يصلحها ويوفقها وهذه تجمع ابنياتها يعني وبزارينهم وخدامات لأن المرشدين جاهدنا وخدامات تمسك بزارين عنها صار اجتماعي وخدامات صار اجتماعي نعم وشولة هي يصبرون إن شاء الله وتزولوا الغمة وتعود الاجتماعات طيب تسأل البنت هل إذا ما رحت يعتبر عقوق ليس عقوق أبدا أنت محسنت لأمت أمت عجوز لو انجتها كورونا تعبتها ترى ما بش شاب مثل السبير أكيد ولذلك أنت لو قالت تجين يعني خلينا نقول اتسذب علىها اتسذب علىها تقولي زوجي يحلف علي سوى وش بتقول خليه تسأل على زوجي يا أمي أنا ودي أجي وتسدها بس زوجي يحلف علي زوجي ما مثلا يعني لا بدي يا إخواني مثل هذا الأمر أما يجتمعون هالمساكين ذرا بزارين هم أخذ أندامات ومتسدها في هالبيت لتسمع له وغوغة ثم لا أرجع ولين واحد منهم مصاب وكذا ثم نعاد هالواحد عاد البادي كلهم ينشر نشر الذريع لأن ما فيه أشد نشر من هذا المرض سريع جدا نعم أحسن الله أيضا في هذا السياق بارك الله فيكم في بعض الأزواج يأتي أمه كل يوم ويشلم عليها المرة ودها تروح تسلم على أمه تقول له أنت طيب كل يوم تروح لأمك وارك تمنعني أنا هو يا أخي إذا كان هو يروح لأمه وينفعها مثلا عرفت يطوير العمر يروح ويعمل احتياطات ويوسع صدق يأخذ قفازات ويأخذ ويبتعد عن أمه عرفت يطوير العمر مع أني أنا أحبث هالأيام ذي أنه يقنع أمه جميل يا أمي أنا ما نبدا يسخاف عادي أنت يا أغلى واحدة عندي في الوجود خاف ضررت خاف لو قالت زوجتها أنا بروح بأمي قالت لأم تسمي خلينا حاسيها ونقنعها جميل أنا أخير أننا نستروحين ترجعين على بزرانت وترجعين ويصير عندهم ود وحنان وعاطف ترى يا إخواني الآن ما منع للاجتماعات ولا لو الإنسان الآن إذا جاء العصر بيأخذ عياله يروح للبر ما عنده أحد هناك مرة ويمشي عياله وقليهم يشمون هوا ويرجع المغرب قبل الحضر حضر التجول أنا أظن ما فيش شيء هذا إذا راح في محل ما عنده حد وشم هوا يعني هم ملزوم أنه طول المدة أنه ما يطلعهم لا يطلعهم يطلعهم ويأخذ له مثلا أشياء عنده في البيت يجيب له مقاضي عنده في البيت مثلا عصيرات حاجات سدى ومبردها يروح بهناك ويشمونها ويرجعون أما الإختلاط يا إخواني ما يجوز ما يجوز لأنه من أعظم ما ينشر والأدلة الآن قائمة نعم